برحب حضراتكم وحلقة جديدة من ماما شادو النهاردة هنتكلم مع حضراتكم على موضوع تكنولوجيا التعليم وخاصة ان مصر من حوالي يومين كان فيه مؤتمر انترناشنل موجود في مركز قاعة المؤتمرات لجامعة الازهر والجامعة الازهر احتضنت اول مؤتمر دولي في القاهرة وكان المؤتمر بيضم لفيف من الاساتذة على مستوى العالم العربي من الجزائر والاردن والعراق واللبنان ده كثرة في شتى مجالات زوي الاحتجاجات الخاصة وكان المؤتمر عبارة عن جلستين وكان عنوانه المؤتمر الدولي الاول لتأهيل الاشخاص زوي الاعاقة والتنمية المستدامة تحت شعار لنساهم في اعمال الارض وكان المؤتمر طبعا بيتكلم على كل التكنولوجيا الحديثة اللي مستخدمة للأطفال ذا بالاحتجاجات الخاصة في العملية التدريس وكيف يتدمجوهم كان بصراحة مؤتمر رافي جدا وشرفنا ان احنا كنا موجودين فيه وبنشكر طبعا معالي الوزير لان هو معالي وزير الاوقاف لان هو كان بيرعى هذا المؤتمر وبنشكر طبعا سيادة الرئيس ان هو سمح للمؤتمر ان هو يقوم على ارض مصنانة الحديبة وكان معانا طبعا في المؤتمر اساسة من كل الدول العربية وكان من ضمنهم الاستاذ حميد عباس وهو استاذ في السويد بيدرس مادة الرياضيات وكان داخل مشارك معانا في المؤتمر وكان له بحث جميل جدا وكان الكل اثنى على ما قالوا في صراحة من خلال التكنولوجيا التعليم لان هو عايش في السويد بقاله فترة كبيرة وبيدرس هناك للطلبة وبستخدم تكنولوجيا التعليم وبيطبقها بطريقة جميلة جدا فحبين احنا نستفيد منه في مصر طبعا فبالبداية سبعا برحب به لانه هو في ارض مصر اللي هي وطنه الثاني بلده مصر فبرحب بحضرك يا فندم في ارض الكنانة مصر بلدك الثاني يا فندم اهلا سهلا دكتور الله يحبك الله يسلمك حييكي وحيي مشاهديك الكرام حضرك يا دكتور موغان تعرفنا بس بنفسك بعد اذنك وتعرف المشاهدين تخصصك انا اسمي حميد عباس انا اعمل مدرس رياضيات في مدينة مالمو جنوب السويد انا مش دكتور رامان انا عندي بكالوريوس في الرياضيات من جامعة بغداد وعندي دبلوم عالي من جامعة مالمو في السويد في تكنولوجيا للتعليم وكذلك عندي دبلوم عالي من جامعة لوند السويدية الحاجات دي عندنا يعني كلمة دكتور تبقى قصرنا في حقك لما نقولها لان حضرتك دراسة اكاديمية في دول اوروبية فانفتخر بذلك يعني دكتور حضرتك اتفت ايه من التكنولوجي اللي انت وظفته في المادة بتاعت حضرتك اللي هي مادة رياضيات وازاي وظفتها وازاي استفدت منها في موضوع الدراسة بتاعت حضرتك وهل الاولاد استفادوا عنا طبعا احنا بالنسبة للسويد الحكومة السويدية الحقيقة تركز على مبدأ المساواة بين الطلاب وهذا المبدأ يخليهم انه يركزوا على موضوع اندماج الطلاب انه حتى الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة فهم يدرسون بالمدارس الاعتيادية لانه حتى لا يشعروا بالتميز العادية دكتور الاعديدية اللي هي تسمى عندنا المدارس العادية الحكومية احنا نسميها الحكومية انا لا 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 ما اقصد يعني الحكومية والخاصة اقصد المدارس اللي طلابها هم من الطلاب عادين ليسوا من دوي الاحتياجات الخاصة sala حضرتك اللي هم يكونوا مضمجين دمج اجتماعي ودمج اكاديمي وليسها مدارس فكرية بالضبط يعني يحاولوا الحكومة السويدية تحاول ان لا تخلق مدارس كثير لذوي الاحتياجات خاصة حتى يندمجوا بالمجتمع هي ترفض الانعزال نعم ترفض الانعزال ولذلك لهذا السبب هناك معايير بتكنولوجيا التعليم يراعى فيها ذوي الاحتياجات الخاصة من ضمن المواقع التي أستخدمها هو موقع ويجيت أونلاين الذي تحدثته فيه في المؤتمر وشرحته للحاضرين هذا الموقع ويجيت أونلاين هو بالحقل موقع إنجليزي نستخدمه في السويد وهو يمزج ما بين الرمز والصورة لأنك تعرفين أنت الطالب من دول الاحتياجات الخاصة خصوصاً لديهم صعوبات في التعلم عصر في القراءة يحتاجون مساعدة حتى تساعد خلايا الدماغ على التذكير فهنا الرمز الذي يمثل الصورة يساعد هؤلاء على تذكير المعلومة ويحول موضوع الكلمة من موضوع تجريدي إلى موضوع صوري موجود بالطبيعة يعني أنت من تكتب له مثلاً سيارة حمراء ككتابة بينما أنت تكتب له سيارة حمراء وفوق كلمة سيارة صورة سيارة وفوق حمراء فيه لون أحمر هذا طبعاً الذي هو طفل أمره ست سنوات أو سبع سنوات عنده صعوبة بالقراءة أو في التعلم راح هذا الرمز يساعده على التذكر إضافة إلى أنه الميزة في موقع ويجيت أونلاين أنه الرموز هذه هي موجودة في الإنترنت أنت ما راح تسحبها من سطح المكتب والمكتب والكمبيوتر وراح تكلفك وقت كثير من أجل أن تعد الدرس وإنما أنت بمجرد أن تكتب الكلمة أوتوماتيكياً راح يجي الرمز من الإنترنت يصير فوق الكلمة ويوجد هناك 1400 رمز موجود في شبكة الإنترنت اللي مدت الرياضيات فقط؟ لا 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 هذا لكل المواد يعني يعتمد على المدرس ممكن أنه مدرس يستخدم في اللغة الإنجليزية مدرس في اللغات الأجنبية الأخرى مدرس يستخدم في الرياضيات في العلوم نفس الرموز بتتوظف يعني؟ نفس الرموز كل كلمة لها رمز معين هذا الرمز يساعد الطالب على خصوص الذي لديهم فلس ممكن حالك توضح للجمهور يعني إيه رموز؟ لأنه ممكن الكلمة تبقى صعبة شوية في الفهم؟ رموز يعني هو المشكلة المفروض أني أعرض أونلاين بس ما مشكلة ممكن يعني ممكن إذا في ورق هون ممكن إذا في كاميرا يعني وان الكاميرا موجودة يعني هسا مثلا أضرب لك مثال هسا مثلا هذا الدرس اللي نفرض كاميرا وين هون؟ هسا مثلا هون شيب راح تظهر أوتوماتيكا تأتي من الإنترنت هذه هذا الرمز رمز الشيب أو مثلا فور فقير فهذا الرمز راح يوضح هنا طالب التلميذ اللي هو أصلا عنده ضعف بالتعليم راح تكون عنده جمل يصير عنده رغبة بالتعلم أكثر لأنه راح تمثل الرموز عنده في ذهنة تذكرها بسرعة وأيضا دور الصورة يكون مهم جدا في الرغبة بالتعلم وأنه التحفيز الطالب على التعلم وبهذا الطريقة هذه ممكن المدرس هنا يعد هيعد درسه بالطريقة اللي يتعجبه طبعا الموقع في شباكين رئيسيا في شباك أنه أنت تختار تختار دوكومنت أنت تكتبه درس معايا كان يكون قصة أو كان يكون مثلا درس باللغة الإنجليزية أو بمادة العلوم وفي شباك آخر هو لمربعات تعليمية جاهزة مسبقا أنت فقط تمليها يعني الماتشينك أو صح وخطأ أو غيرها تقريبا موجود 350 مربع تعليمي جاهز موجود بالإنترنت مجرد المعلم هنا يملأ يملأ الدرسة اللي يريدها بالمربعات ويكتب السؤال هنا فيكون عامل مساعد على هذا الحقيقة اللي أنا أستخدمه ويجيت أولاين ولاحظت أنه الطلاب حقيقة أن يتطورون بشكل كبير جدا يعني يا دكتور حضرتك لمست إيه بالنسبة لطلابك لما استخدمت الموقع وقربته على دراسات حضرتك أو المادة اللي حضرت في الدرسها وإيه النتيجة اللي حضرت لحصتها والله طبعا كثير من الطلاب اللي ما كان عندهم رغبة بالتعلم خصوص أنه الكلمات تتعذهم لأنه الكلمات هي يعني مادة تجريدية أنه هو أصلا عنده ضعف بالقراءة عنده قصور بالقراءة وعنده قصور بالكتابة فيصير عليها ضغط الكلمة ضغط على خلايا الدماغ ما لتفائي ما يحبها فهذه الرمز هي تشجع أكثر أنه يجي يتعلم ويتطور حضرتك بتلاحظ إزاي التطور يا دكتور في الطلبة لما بيستفيد الحقيقة لحنا الطلاب كل شهر تقيبا نعمل إياهم يسمونه بالسويدي سامتال تقييم؟ يعني مو تقييم يعني أن تسوي محادثة مع الطالب يعني ممكن نقول تقييم بسيط لاحظت أنه أورل يعني يا دكتور أورل ولا شفوي شفوي نعم ولاحظت أنه تطور كبير جدا أيضا الأهالي لاحظت على أبنائهم أنه لديهم رغبة بالتعليم وبدأوا يتحدثون عن الدروس وعن طريق هذا الموقع يعني حضرتك عايز تقول أن الموقع ده أفاد الولاد وأفاد المدرس في نفس الوقت ولكن معنى كلام حضرتك أنه هو بيوظف الأعاقة بالعين ولا هو مثلا ببلك الأعاقات كلها هو بالحقيقة أول شيء كان مكرس للي عندهم صعوبات بقصور في القراءة ديسليكسيا؟ نعم ديسليكسيا وبعدها لاحظوا المختصين المدرسين أنه ينفع الكل حتى ينفع الطلاب العديد بنفس التقنية وبنفس كل حاجة موجودة هي هي يعني البرنامج هو هو يصدم الأعاقات كلها ولا كل أعاقات لها يعني مثلا السمعي اللي عنده مشكلة في الهيرينج بيستخدم نفس البرنامج بنفس وظائفه ولا فيه اختلاف هو تستطيع أن تستخدمي نفس البرنامج لكن أنت كمدرسة وكمعلمة وتعرفين طالبت شنو محتاج فتستطيع أن توظفي البرنامج لتقوم بدرسك الخاص أنت بك حسب مستوى الطالب وحسب حاجته نعم البرنامج جدا مرن ويستطيع المدرس أن يكتب درسه الخاص به حسب حاجة الطالب هو صمم خصيصا لذوي الإعاقة يا دكتور؟ هو بالبداية صمم خصيصا لذوي الاحتياجات الخاصة نسميهم وليعاقات أو ذوي القدرات الخاصة أحسن لكن بعدين لاحظوا المختصين والمعلمين ومدرسين أنه هو يخدم الكل حقيقة أنه يساعد حتى الطلاب العاديين على سرعة التعلم يعني اللي عنده سلو ليرنينج ممكن يستخدمه نعم رغم أنه ما اعتبرش مصنف مثلا دمن اللي هم عندهم حتى الغير مصنفين أيضا ممكن يستخدموه ويستفيدوا من عنده وهو أصبح الآن للكل لأنه هو وسيلة تعليمية جدا ممتازة وتساعد التلاميذ على سرعة التعلم وسرعة الكتابة والقراءة هل فيه أي جانب مدي بيكون مقابل للموقع؟ طبعا الموقع هو أنشأته طبعا شركات خاصة أو فين أنت موضوع شركات التعلم والمدرس طبعا إذا يحب يشتري هذا الموقع لازم يدفع طبعا من هذه المشكلة الرئيسية مقابل مادي مقابل مادي يعني قد تبلغ مئة دولار الاشتراك السنوي وهذه مشكلة طبعا أنا أيضا أدعو من خلالكم الجمعيات الخيرية المهتمة بذوي احتياجات الخاصة أنه يشوفون هذا الموقع يهتمون به موقع جدا ممتاز ويساعد الحقيقة أبنائنا وهما يستحقون أبنائنا لأنه هاي المساعدة وإحنا من خلال برنامجنا بندعم المؤسسات والجمعيات الخيرية والمدارس أنها تبحث في هذا الأمر لأن الموقع على حسب كلام الأستاذ حميد بيقول أنه جربه في سويد وموقع متخصص الأصال زوية احتياجات الخاصة في كافة المرحلة التعليمية وإن شاء الله لو فعلا استخدمنا الموقع ده في العملية التعليمية أكيد حيوفر كتير جهد للمدرس وجهد للطالب والطالب كمان حيستمتع بالدروس وحيستفيد أكتر والموضوع العملية التعليمية هيكون فيه يسر ويسر كتير بالنسبة للي كان بيحصل قبل كده في نهاية الحلقة دكتور بشكر حضرتك ومرحبا بيك في بلدك الشقيقة مصر وبلدك الثاني وبلدك الأول طبعا العراق وهي بلدك الثاني وشرفت بلقائك ومرحبا بيك من السويد وإن شاء الله حضرتك تكون معنا في حلقة ثانية شكرا بكتور الله حضرتك هتلع مع حضرتكم فاصل والفاصل ده حيكون فيه تقرير بنتكلم فيه على ضعف السمع وعلى الموضوع زراعة القوقعة فإن شاء الله يكون تقرير مميز ويعجب حضرتكم شوفوا معنا وتابعونا وتفضل بعض الأمهات بيلحظوا بعد الولادة إن ممكن ابنهم مش بيكون عندوا استجابة عالية لسماع الأصوات وبيحاولوا إن هم يركزوا قوي معاهم يجبوا مثلا صوت معلقة يخلي الولاد يركز في الصوت برضو مش بيحسوا باستجابة عالية فكل أمه بيضور في ذهنها هل تصدق إن ابنها ما عندوش حاسة السمع عالية ولا هو فاقد للسمع ولا هو ممكن يكون بيضحك عليها أو بيكذب عليها أو هو مش قادر إن هو يركز معاها فبيضور في أزهنها حاجات كتير جدا ولكن في الآخر خالص هي بتستقر إن هو ممكن فعلا يكون عنده مشكلة في السمع هتقدر تحدد كده إزاي بتحاول تختبره كذا اختبار في البيت وممكن إن هي برضو تكون مش قادرة تصدق أو تقتنع إن هو ضعيف سمع في الآخر خالص ممكن إن هي تلجأ للطبيب وياريت إن هي فعلا ولجأت الطبيب يكون بدري علشان تقدر تساعده وتطمن عليه ولو هو مريض الدكتور أكيد حيدل لها على الطريق الصحيح للعلاج ولو هو كان ما عندهش أي مشكلة برضو مش هتخسر حاجة بس كفاية إن هي عدد طمن علشان كده إحنا النهاردة حبينا نعرف حضراتكم يعني إيه طفل ضعيف سمع وكان لنا لقاء مميز مع الأستاذ الدكتور أسامة صبحي أستاذ السمعيات بجامعة الأسكندرية برحب بحضراتك يا دكتور أهلا بيك يا أهلا وسهلا السؤال يا فندم إيه المقصود بدعف السمع عند الأطفال مقصود بدعف السمع إنه الطفل ممكن يكون بيسمع بس على مستوى أعلى من المستوى اللي إحنا بنسمع عليه يعني لازم الشخص المتحدث يعلي صوته أكبر بدرجة أكبر عشان يقدر إنه هو يسمع وكل ما زادت درجة تعالية الصوت عشان الطفل يسمع يبقى ده معناه إنه عنده درجات أكبر من ضعف السمع وإيه أسباب ضعف السمع إحنا بنقسم أسباب ضعف السمع إلى سبابين أساسيين أسباب وراثية ودي الحقيقة للأسف عندنا في مصر بتشكل 70% من الحالات ده راجع طبعا لزواج الأقارب اللي لازال منتشر عندنا في الثقافة المصرية وال30% البقيين يشكلوا القسم الثاني من حالات ضعف السمع ودي بيبقى فيه بعض أسباب متعلقة بالولادة بتاعة الطفل ولادة متعثرة ولادة الطفل تعرض فيها لنقص الأكسوجين أثناء الولادة وفيه أسباب تحصل بعد الولادة زي إن الطفل يجيله صفرة مثلا ارتفاع نسبة الصفرة في الدم مباشرة من اليوم الخامس أو السادس بعد الولادة أو إنه يكون جالوا التهاب سحائي دول يشكلوا غالبية أسباب ضعف السمع بس طبعا الأسباب الوراثية تشكل 70% من الحالات هي وسائل تشخيص معينة يا دكتور رضع في السمع؟ طبعا إحنا بداية أحب أقول إن الدولة مشكورة عملت دلوقتي المسح السمعي إجباري على كل الأطفال فكل الموليد بيروحوا اعتبارا من الأسبوع الأول قبل حتى يأخذ التطعيمات بتاعته بيعمل مسح سمعي بيتشاف السمع بتاع الطفل ده هل هو يعدي يعني ما عندهش مشكلة بالسمع ولا إنه عنده مشكلة فبالتالي نلجأ إن إحنا نبعاته لتشخيص أكبر ده على المستوى المبدئي اللي هو المستوى المسحي طيب لما يجي بقى الطفل عندنا إنه عنده شك إنه عنده ضعف سمع قد يثبت إنه فعلا عنده ضعف سمع وقد يثبت لا إحنا الاختبار التشخيصي الأساسي بتاعنا اسمه اختبار رسم السمع من جزع المخ وده الاختبار الأهم لأنه ده ما بنعتمدش فيه على إن الطفل يرد علينا زي ما إحنا بنعمل رسم السمع للكبار إنما الطفل بينام وإحنا بنقيس بعض استجابات قهربية معينة صدرة من جزع المخ وهذه الاستجابات بنقيسها عن طريق بعض أقطاب يتم تركبها في رأس الطفل منها بنعرف مستوى سمع الطفل قد إيه ومنشخصه بدرجة دقيقة هل هو ضعيف سمع ولا لأ وإذا كان ضعيف سمع إيه مستوى الضعف الموجود عنده في برنامج دكتور علاجي معين بحضرك بتتخذه أو تنصح به الأم علشان تبدأ مرحلة العلاج مع ابنها طبعا إحنا بداية إحنا عدينا سببين أساسيين أو نوعين أساسيين لضعف السمع في ضعف السمع التوصيلي وده أغلب أسباب وبتنحصر أن الطفل يكون عنده التهاب في الأزن الوسطى أو تكون مياه وراء الطابلة ده أسباب يمكن علاجها دوائيا الأول إذا ما نفعتش دوائيا ممكن بتعالج جراحيا ده قسم من الأسباب لو ضعف السمع التوصيلي نهي بقى لضعف السمع الحسي العصبي اللي هو بيبقى فيه مشكلة ضعف السمع جاي من العصب السمعي دي طبعا ملهاش علاج دوائي إنما بنلجأ إلى أن الطفل يرتدي المعينة السمعية أو اللي هي السماعة لبس السماعة ضروري جدا بمجرد تشخيص الطفل إن هو سمع ضعيف وبمجرد ما ننتهي من عملية تركيب السماعة لابد من إرسال الطفل لطبيب التخاطب عشان يبدأ معاه تأهيل التخاطب سماعة بدون تخاطب ما تنفعش لازم التخاطب يعقب ارتداء الطفل للسماعة ولازم السماعة الطفل يبقى لبسها كل الساعات اللي هو صاحي فيها هل في فرق يا دكتور بين التخاطب واللغة الإشارة؟ يعني الطفل عايي يستخدم لغة الإشارة كده ولا عايي يستخدم التخاطب؟ للأسف الشديد إن لو الطفل عنده ضعف سمع تام أو ضعف سمع بالغ ودي أسوأ درجات ضعف السمع لو هذا الطفل ملبس سماعة حيبتدي تلقائيا من سن أربع سنين أو خمس سنين يتعلم لغة الإشارة إحنا مش عايزين الطفل يوصل إلى هذا المصير لأن ده مصير مؤلم للطفل فإحنا عشان كده التشخيص المبكر قبل وصول الطفل للسن اللي يضطر فيها إنه هو يستخدم الإشارة مهم جداً للتشخيص المبكر ومهم جداً إنه لما اكتشف إن الطفل ضعيف السمع لازم أديله سماعة ولازم أتابعه كمان مع السماعة يشوفه فعلاً السماعة جايبة نتيجة ولا إحنا في احتياج لإجراء أكبر من السماعة ولازم ياخد تخاطب الحاجات دي كلها لازم تتم عشان نمنع أن الطفل يبقى مصيره إنه يستخدم للإشارة هل يا دكتور التخاطب بيأثر على مراكز الكلام في المخ زي ما بنسمع؟ بالتأكيد طبعاً الطفل أولاً لما بيسمع في مراكز في المخ بتنمو لمجرد إن الصوت وصلها وفي مراكز أخرى كمان بتنمو لما الطفل يبتدي يستخدم هذا الكلام في فهم الكلمات وفي مراكز تالتة مسؤولة عن إخراج أو إصدار الكلام التلات مراكز دول ما يتكونوش في الطفل إلا إذا وصلوا الصوت يعني الصوت يوصل الأول وبعدين المراكز دي تبتدي تتكون المراكز اللي بتفهم معنى الكلام ثم المراكز اللي بتقوم بإخراج الكلام دي دايرة ما بتتمش إلا إلا لو الصوت وصل للطفل في سن مبكرة وليس له علاقة مع عدلة اللسان؟ لا ليس له أي علاقة مع عدلة اللسان عدلة اللسان دي مسألة إخراجية ممكن يترتب عليها أن الطفل يكون عنده نوع من لدغة في بعض الحقوف إنما ما تمنعش الكلام كليا اللي يمنع الكلام كليا حكتين أساسيتين إما ضعف السمع الشديد أو البالغ أو أن الطفل يكون عنده بعض الأعاقة الزهنية هي دي اللي تمنع الكلام كليا عند الطفل حضرتك بترشح سماعات معينة للطفل علشان يسمع كويس بها؟ بالتأكيد طبعا السماعة لازم تكون قوة تكبيرها مساوية لإحتياج الطفل لها أزيد من إحتياج الطفل عشان تسبب له ضعف سمع ولها أقل من إحتياجه بحيث أنه ما يبقاش سامع وبالتالي ما يتكلمش فطبعا دا مرتبطة بشدة ضعف السمع عند الطفل ومدة التخاطب دكتوري للطفل بياخدها ممكن تبقى كم سنة؟ أقل شيء سنتين عشان الطفل يتم اللغة بيحتاج سنتين من التخاطب بداية تقدي إلى عمر؟ بمجرد التشخيص يعني إحنا عادة بنلبس السماعة عند سن ست شهور لطبعا لو شخصنا الطفل قبل سن ست شهور لو تشخص بعد ست شهور خلاص يبقى إحنا من بداية من سن التشخيص حلبسه سماعة ووديله سنتين بعد كتا بمعادل كم جلسة في الأسبوع يا دكتور؟ على الأقل تلت جلسات أسبوعيا لمدة كم سنة بقى يا دكتور؟ لمدة سنتين وبعد السنتين هيتكلم كويس؟ بس في أولياء أمور كانوا بعثلنا وقالونا أنهم بقالهم عشر سنين واربعتاشر سنة وخمستاشر سنة في التخاطب وولدهم كمان الكلمات مش بتخرج بصورة كويسة ولا بيتكلموا جمل مفيدة ولا جمل كاملة رأي حضرتك في الكلام ده يا دكتور؟ ده بيحصل أحيانا لو فيه قصور في عدة حاجات أولا السماعة لا يتم ارتداءها بانتظام أو السماعة ضعيفة على الطفل أو نوعيتها رديئة ده بخصوص السماعات بخصوص التخاطب قد يكون التخاطب غير كفء أو غير كافي للطفل بخصوص كمان الإعاقة الزهنية لو الطفل ده عنده إعاقة زهنية من أي درجة أو عنده اضطراب سلوكي مثلا زي التوحد بالتأكيد ده إعاقة حاكمة يعني حتقلل جدا من استجابة الطفل للتخاطب في نهاية اللقاء بشكر الأستاذ الدكتور أسامة صبحي وأستاذ السماعيات بجامعة اسكندرية شكرا لكم العافية